يعني ايه الشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم اقولها من الاول محبة الله الاب نعمة الابن الوحيد شركة وموهبة الروح القدس ايه محبة الاب هكذا احب الله الاب العالم حتى بزل ابن الوحيد طيب ايه نعمة ابن القدس هكذا احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه لاجلها مقدسا اياها لكي يطهرها بغسل الماء بالكلمة البوابة اللي هي المعمودية الدخول للنعمة طيب ايه شركة الروح القدس ارسل لكم معزيا اخر يسكن فيكم ويكون معكم ويفضل معانا لغاية في اخر سفر الرؤيا الروح القدس قعد معانا عشان خطر عيوننا بس لكن هو ما يحبش يقعد هنا يحب يقعد فين في المجد بس قعد هنا عشان ولذلك في اخر سفر الرؤيا يقول ايه الروح اللي هو الروح القدس والعروس اللي هي الكنيسة يقولان ايه تعالى بيقولوله تعالى تعالى بقى كفاي لان المسيح لما ذهب راح يعمل حاجة والروح القدس لما جه جه عشان يعمل حاجة المسيح زهب يعد المكان والروح القدس جه عشان يعمل ايه يعدنا احنا ما هو يعد المكان واحنا نعدل مين للمكان صح ولا لا يعني تصور انا قلته مرة كده في قصة من القصص قلت تصور ان في حفلة عاملينها حاضر فيها رئيس الجمهورية والوزراء وكبار رجال الدولة والتسكرة بتاعتها غالية قلت كده بعشر تلاف جنيه وانت ما عندكش استعداد جي واحد قال لك ايه انا جايب لك تسكرة مجانة معقولة تروح وتحضر ايوا اروح واحضر بس في مشكلة المكان اللي فيه الحفلة في اسكندرية اروح بايه قالوا في عربية هتنقلك من الباب للباب اشكرك اشكرك التسكرة ببلاش والعربية ببلاش جات العربية شالتني وانا لابس بيجاما وشبشب زنوبة في رجلي وراح حطيتني في وسط الناس العظيمة دي ايه منظري حط نفسك كده هتقولهم انتو جايبيني هنا عشان تعملوا ايه تهزقوني وتدور لك على عمود تستخبى وراه وتقول يميني خرجني من المكان ده عشان تروح مكان لازم يكون شكلك يليق بالمكان فالروح القدس جاي عشان يخلي شكلكم في القداسة ما تحزنوش وتجروا ورا النجاسة ما تحزنوش وتجروا ورا النجاسة فتبقى دي الصورة الجميلة لينا يا احبائي ترجمة نانسي قنقر